مش كده وبس الحقيقة كمان المباراة التانية كان فيها برضو خمس اهداف لحد ما يكون معانا كابتن احمد رفعت نروح للمباراة التانية اللي جمعت ما بين امبي والمقاولين العرب وبرضو كانت مباراة بتشهد مزيد من الاهداف في وقت مبكر جدا جدا اديها ستة جون ايبوكا خد بالك من التوقيتات بتاعت الاهداف هتديلك المؤشرات اللي انا بقولها لسيادتك الرغبة المدربين افكارهم مختلفة خلاص من الاول انزل هاجم انزل اكسب انزل لم الدنيا فادي جون ايبوكا كان بيسجل في الديئة ستة ثم في الديئة ستة وخمسين من ركلة جزاء فتبقى النتيجة اتنين صفر لصالح امبي وييجي كمان دينوبيتر ويزود الغلة التهديفية فتبقى النتيجة صعبة جدا على المقاولين العرب وتبقى تلاتة صفر كادا ان يتمكن المقاولين العرب انه يعمل كامباك في المباردية لكنه الوقت لم يسعفه الكامباك لانه دي اربعة وتمانين محمد سمير تحصل على ضربة جزاء وسجلها للمقاولين العرب اشتعل اللقاء في الديئة ستة وتسعين لانه محمد سالم سجل لصالح المقاولين العرب فتبقى النتيجة تلاتة اتنين ولو استمر الوقت كمان اكتر من كده كنا تفرجنا على اهداف وتفرجنا على متعة ما احناش محرومين من حاجة الحقيقة في الدوري المصري شايفين قدام حضراتكم اهداف كلها مع بدايات الجوالات مش زي سنين فاتت الحقيقة كنا بنعاني من المشاكل التهديفية وعقم تهديفي وعقم في الاداء وفي الرتمة في امور كتيرة جدا جدا